السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا عواصف قوية مرت ليلة البارحة فوق شمال ألمانيا بشكل خاص وصلت سرعة الرياح إلى 110 كم في الساعة مع هطول الأمطار وأيضا حدوث بعض الفيضانات داخل مدينة هامبورغ تحديدا في مدينة هامبورغ تفع منسوب المياه بشكل كبير وغارقت المنطقة بشكل كامل والعديد من السيارات وأيضا أدى هذا الإعصار شتمتيف نادية إلى اقتلاع العديد من الأشجار أيضا من جزورها بعض المشاكل أيضا في حركة السفن في هامبورغ يعني سفيدة كانت عالقة تحت الجسر تم تحريرها الآن من قبل أيضا الأطفائية والسعاف يعني وكل الجهات المختلفة يعني اللي خرجت بشكل خاص الأطفائية يعني لدخل مياه أيضا من الأقبية غريقت العديد من السيارات في هامبورغ تنبيه جدا هام لسكان هامبورغ اللي عم يتابعون الآن العاصفة ما انتهت بشكل كامل هناك تحذير الآن من هيئة الأرصاد الجوية الدي بي دي الديوتشا فيتا دينست لزهيرة أو بعض ظهر اليوم أيضا من المتوقع أن تحدث عاصفة قوية يعني أيضا تحذير لكل الأحبة اللي بتابعونا من هامبورغ مشان تبعدوا سيارات كون أيضا على المناطق القريبة من الأنهار من المرافق لأن المياه غمرت أيضا العديد من السيارات الآن لأنه ارتفع منسوب المياه بشكل كتير كبير في هامبورغ فهذا التحذير هام جدا أيضا من عواصف جديدة يعني متوقعة في ظهيرة هذا اليوم ننتقل الآن للموضوع التالي سلاسة أشياء مهمة أعلن عنها السيد وزير العمل في ألمانيا هوباتوس هايل آباتس منيستا عن حزب الاس بي دي ثلاث أشياء واحدة منهم نعرفها اللي هي أنه ابتداء من 1 أكتوبا سيتم رفع الحد الأدنى للإجور إلى 12 يورو نعرف هذا الشيء الشيء الجديد الآن هو الميني جوب تم رفع حد الميني جوب الآن من 450 يورو إلى 520 يورو أيضا ابتداء من 1 أكتوبا يعني بشكل متلازم مع رفع الحد الأدنى للإجور والنقطة الثالثة أيضا المهمة موضوع البرجا جيلد تحدثنا عنه عدة مرات في هذه القناة نعرف أنه الاعتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بده يغير مساعدات الجوب سنتر الحادس فيه من هذه التسمية إلى البرجا جيلد مع بعض الأشياء الأخرى التي شفناها في عقد الاعتلاف ولكن قال أن هذا الموضوع سيتم التصويت عليه على الأغلب في هذا العام ولكن لن يتم تطبيقه حتى العام القادم موضوع الميني جوب هام جدا الميني جوب نعرف سابقا كان 400 يورو رفعه إلى 450 يورو الآن سيرتفى إلى 520 يورو أهمية الميني جوب تاكمون أو إحدى المزايا الرئيسية فيه وأن نحن نأخذ نفسه البروتو مباشرة يعني الـ 520 بنأخذها بدون أي اقتطاعات بالنسبة للشخص اللي بيشتغل الميني جوب طبعا الميني جوب له بعض الأشياء الإيجابية والعديد والأشياء السلبية كذلك طبعا الميني جوب 520 بالنسبة للغنتن فازيشعون إذا أنت طلبت من صاحب العمل أنه لا يتم اقتطاعها منك فبتأخذ يعني الـ 520 فيها الحالة بشكل كامل أولا بشتغل الآن بـ 450 بيأخذها بشكل كامل يعني ما مندفع زوزيال فازيشعون ما مندفع لونشتوية ضريبة الدخل ما مندفع خانكن فازيشعون ما مندفع أيضا تأمين الصحيب فلايجة فازيشعون كل هالأشياء ما مندفع وإنما مناخد ناتو بروتو مباشرة بشكل كامل مبدئيا على الأقل اللي بيشتغل طبعا شغلة تارية وعنده مصادر الدخل الأخرى في نهاية السنة بيعملشتوية عكليون يعني ممكن يطلع ضرائب بعدين ولكن مبدئيا مناخد نحن بدون ضرائب طبعا هي هامة جدا بشكل خاص للطلاب وأيضا مثلا الناس اللي عم تبحث عن شغلة إضافية جم شغلة أو يعني ظروف معي شغلة إذا بجانب عمل رئيسي فالميني جوب ممكن يكون حل من مساوب نعرف أنه الميني جوب عادة هو قصير الأمد ليس يعني زو أمد طويل يعني ما عندي فرصة أنه أنا أبني شغل أو مثل الفولدسايت جوب يعني يكون لي مستقبل يعني بهذا المجال ميني جوب عادة هو للناس يعني بتدبر حالة لمدة عدة أشهر سواء لرب العمل أو حتى اللي بياخد ميني جوب أو بيشتغل هالشغلة مع بعض الفوائد لناها يعني الأشياء السلبية الأخرى مثلا أنه ما في مستقبل ما بتتعلم شي مفيد عن طريق الميني جوب ما بتدفع ضرائب أيضا هذا يعني التأمين الصحي لازم تكون عندك تأمين صحي بطريقة أخرى يعني مثلا من شغل تاني أو بريفات أو أي شغلة تاني إذن لأنه أنت ما عندك تأمين صحي ما عندك الحق بالحصول على أبايت سلوزن جلد لما بينتهي الميني جوب ليش؟ لأنه أنت ما بتدفع ضرائب أبايت سلوزن فإذن لذلك لما بتخسر هالعمل ما بتلع لك تعويض إذن قل له العديد من الأشياء السلبية الأخرى تحدثت عنها طبعا أنا عدة مرات خلال السنوات الماضية لها القناة ننتقل للموضوع التالي عدد الحالات في ألمانيا في الحياة وصل يعني لحوالي 200 ألف حالة تم تسجيلها الانسيدنس بتصرنا فوق الألف يعني عم نشوف ارتفاع كبير بعدد الحالات والأرقام يعني بشكل كبير ومع ذلك معم نشوف ارتفاع كبير في عدد الوفيات أو الحالات اللي عم تصل للمشفى بشكل كتير كبير لأنه منعرف أنه المتحول أوميكرون يعني أقل خطرا رغم أنه أكثر قدرة على العدوى ولكن الآن فرانسيسكا جيفاي أيضا اللي هي رئيس الحكومة الجديدة أيضا في برلين يعني أعلنت أنه في الحالات الطارئة في المستقبل يمكن أن تتصور يعني أن يسمح للأشخاص المصابين أيضا بالزهاب إلى العمل العاملين في القطاعات الحساسة مثل مثلا محطات توليد الكهرباء أو تصفية أو تنقية المياه الأشياء هي طبعا لا تشمل المشافي والمشافي فيه تماث مباشر مع المرضى يمكن في الحالات الاستثنائية السماح أيضا لمن هو مصاب يعني يثبت أنه النتيجة إيجابية وليس عنده أعراض طبعا أيضا بأن يعمل ويذهب إلى العمل يعني تبقى البنية التحتية يعني تعمل في أيضا في مقاطعات برلين إذن هذا ما أعلنت عنه الآن البرجر ما يستغن في برلين طبعا عم نلاحظ الآن في ألمانيا في تخفيف الإجراءات بشكل عام يعني البيتسي اي تيست اللي هو منعرفه الأكثر دقة يعتمد عليه يعني أعصار فيه بقيوغيزيوم يعني يتم فقط للقطاعات الطبية الأشياء المهمة أما للناس العاديين يعني سيتم الاكتفاء باختبار سريع لتحديد إذا الشخص كان مصاب إيجابي أو سلبي فيه تراجع عام بالحالات عم نشوفها في ألمانيا تخفي على الأقل ما فيه تجديد إجراءات فيه تخفيف الإجراءات هنا وهناك شفنا المقاطعات عب تسقط قواعد في الحندل هنا وهناك فعم نشوف يعني بشكل عام فيه تراجع يعني حتى في ألمانيا وإن كان غير مباشر الدول الأخرى أعلنتها بشكل رسمي نعرف يعني في بريطانيا في الدنيمارك يعني بأنها ستقوم بإلغاء العديد من الإجراءات أو معظم الإجراءات حتى فنمسا الآن كمان أعلنت أنها ستقوم بتخفيف الإجراءات أيضا المستشار النمساوي أعلن عن ذلك إذن حتى الدول المحيطة فينا يعني يعني بتخفف الإجراءات بشكل دائم نتمنى أنه يعني تكون هي بداية يعني فعلا تخفيف وإلغاء الإجراءات وأنه تتقدم حملة التطايم ومع ذلك يعني في لا يزال هناك تمسك كبير يعني بفرض التطايم يعني في ألمانيا مع يعني وجود بعض التردد يعني كذلك في اتخاذ هذا القرار لحد الآن أو نقاشه يعني بشكل علني التخوف طبعا نعرف أنه في 15 ثلاثة سيدخل إلزامية التطايم يعني حيز التنفيذ العاملين في القطاعات الطبية والصحية وهناك تخوف كبير يعني من أنه كثير من العاملين في هذا القطاع ما يأخذوا التطايم وبالتالي ما يقدروا يشتغلوا يتم فصلهم أو هنين ما يرغبوا يغيروا شغلهم فهناك تخوف كبير يعني مما هو قادم ننتقل الآن إلى موضوع آخر أيضا ماهم هو أسعار الكهرباء في ألمانيا هذا الموضوع بيمسنا كلياتنا وحياتنا اليومية بشكل يومي ندفع نحن كلياتنا بشكل شهري فاتورية للكهرباء ومنعرف أنه الأسعار الكهرباء عبتغلاء في ألمانيا عديد من شركات الكهرباء بلشت أفلست يعني حتى فالآن عنا نحن نعرف الاي اي جي أملاجة حدست عمنا عدة مرات أنها هي الضريبة التي تضاف من قبل الدولة على سعر الكهرباء لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح نعرف أن الحكومة خفضت الآن الاي اي جي أملاجة من 6.5 سنت إلى 3.72 سنت إذن في تخفيض أولية وكان هناك تخطيط بأن يتم إلغاء حتى بشكل كامل في عام 2023 وقبل الحكومة الحالية لإئتلاف الحاكم ولكن الآن وزير المالية خيسي عن يندنا رئيس حزب الاف دي بي قال أنه يمكن أن يتصور أنه في صيف هذا العام حتى أن يتم إلغاء بشكل كامل فلو أراد الإئتلاف يعني ذلك قال أنه أنا كوزير للمالية راح يعني التمويل المطلوب يعني لتغطية هذه النفقات بعدها للاي اي جي أملاجة سأقوم لي كوزير للمالية يعني سيقوم بتدبر أموره يعني في وزارة المالية لتغطية ذلك وبالتالي تخفيف العباء على المواطنين أنه ينزلون للاي اي جي أملاجة يلغوة نهائيا يعني في صيف هذا العام فهذا الشي راح يساعد أيضا على تخفيض ربما سعر الكهرباء أو على الأقل إيقاف ارتفاعه لأنه الارتفاع في أسعار الطاقة عمشوف كتير كبير رغم أنه تم إلغاء الاي جي أملاجة ما ذلك سعر الكهرباء يعني السعر بيحافظ على نفسه لأنه السعر الكهرباء توليل كهرباء نفسه عبيرتفاع يعني هناك رغبة أيضا طبعا بتخفيف العباء على المواطنين راح نشوف إذا بالصيف فعلا راح يتم إلغاء الاي جي أملاجة لو أراد طبعا الاتلاف الحاكم الآن في ألمانيا ذلك وهيك من كنا عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا